اشتركوا في القناة دائماً لازم يكون معلوماتنا موثاقة في الحقيقة قبل بداية بطولة دوري عطال أفريقيا أو البطولات الأفريقية بشكل عام هذا الموسم كان فيه اجتماع للجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاجتماع ده كان في شهر 8 2019 أعضاء اللجنة كانوا بيقولوا في الاجتماع ده مقترحتهم بخصوص البطولات الجديدة والموسم الجديد للاتحاد الأفريقي والبطولات الأفريقية من ضمن هذه المقترحات أحد الأعضاء اقترح قال لك إيه كما احنا عايزين نخلي الإيقاف بالنسبة لأي لاعب يكون بعد حصوله على الانذار التالت مش التاني وتم الموافقة على الاقتراح ده فبالتالي محمد الشنايو عنده انذار وحيد دلوقتي ما عندهش انذارين كمان لأنه في ضربة الجزاء في ماتش الوداد ما خدش انذار هي تحسب الضربة الجزاء من غير انذار تمام فهو أصلا عنده انذار واحد فغير مهدد بالغياب عن المباراة النهائية في حالة بإذن الله تعالى وصول النادي الأهلي لهذه المرحلة والمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا فدي جزئية مهمة جدا معنا الخطاب كمان اللي أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل بداية البطولات الأفريقية لكل الأندية اللي شاركت سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو في الكنفدرالية الأفريقية زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم على الشاشة ده الخطاب اللي بعته الاتحاد الأفريقي لكل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وبينص على بندين مهمين أو البند الأولاني زي ما قلت لحضراتكم إن إيقاف أي لعب يكون بعد حصوله على الانذار التالت مش التاني البند التاني كان من دبنه برضو للمقترحات لبعض الأعضاء في لجنة الأندية إن يا جماعة لو إحنا دلوقتي نادي الأهلي مثلا مسافر عنده مطش في الكاميرون وحيقابل مثلا فريق القطن الكاميروني مثلا يعني فأنت هتنزل في العاصمة الكاميرونية فلو المسافة بعيد 200 كيلو عن العاصمة فالفريق اللي بيستضيف أو فريق صاحب الملعب لازم يوفر طائرة على حسابه هو تمام للفريق الضيف اللي هو مثلا النادي الأهلي وأنا بضرب لحضركم مثلا يعني طالما المسافة 200 كيلو بعيدة عن العاصمة أو بعيدة عن المكان اللي حيوصل فيه النادي الأهلي أو الفريق اللي حيشارك في هذه المباراة يعني فده برضو من ضمن البنود ومن ضمن المقترحات اللي تم الموافقة عليها واللي كانت متواجدة في الخطاب اللي تم إرساله واللي أنا عرضتوا لحضراتكم دلوقتي لكل الأندية في المشاركة في البطولات الأفريقية سواء بطولة دورة أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفدرالية بالتالي إحنا ما عندناش أي لاعب دلوقتي في النادي الأهلي مهدد بالإيقاف عن المباراة نهائية طب مين عنده إنذارات اللي عندهم إنذارات هو إنذار وحيد لكل اللعيبة اللي أقول لحضراتكم عليهم محمود متولي وكده كده محمود متولي ربنا يشفيه عفيع عن ضربات صريبة فهو مش متاح أصلا بالنسبة للنادي الأهلي فيما تبقى في هذه البطولة وكمان عندنا أحمد فاتحي أيمن أشرف أليو ديانج وجرالدو ومحمد الشناوي دول عندهم إنذار وحيد لو لقدر الله حتى أخذوا إنذار في مباراة الأياب أمام الوداد برضو حيكون متاحين بإذن الله حيكونوا كلهم متاحين للجهاز الفاني في المباراة النهائية إن شاء الله لما يوصل النادي الأهلي من خلال مباراة الأياب يوم الجمعة فده بالتالي كان توضيح مهم قوي كنا حابين نقوله لحضراتكم مع بداية حلقة اليوم ووضح أن في ناس لسه عندهم اللايحة القديمة بتاعة الاتحاد الأفريقي أو بتاعة البطولات الأفريقية دي اللايحة الجديدة اللي تم اعتمادها قبل انطلاق البطولات الأفريقية هذا الموسم وده كان بعد الاجتماع اللي كان في شهر 8-2019 قبل انطلاق البطولات فده أمر مهم